طيب البلاغة قال البارودي يرثي زوجته قال البارودي يرثي زوجته أيد المنون قدحت أي زنادي وأطرت أي تشعلة بفؤادي أوهنت عزمي وهو حملة فيلق وحطمت عودي وهو رمح تراضي لم أدري هل خطب ألم بساحتي فأناخ أم سهم أصاب سوادي الأبيات مرة أخرى على لسان البارودي يرثي زوجته أيد المنون قدحت أي زنادي وأطرت أي تشعلة بفؤادي أوهنت عزمي وهو حملة فيلق وحطمت عودي وهو رمح تراضي لم أدري هل خطب ألم بساحتي فأناخ أم سهم أصاب سوادي طبعا الشعر هنا يوسف الصلاح له معاني في هذه الأبيات وهو يعلن عن عاطفة الحزن على وفاة زوجته ينادي على يد الموت ويقول لها أي زناد قد أشعلت وأطرت أي تشعلة بفؤادي إنك ألهابت الأحزان وأشعلت الأحزان في قلبي ومن هنا وهن عزمي وضعفت قوتي لقد كانت زوجتي كأنها عدتي وعتادي إنك يا يد المنون حطمت جسدي وهو الرمح الذي أعتمد عليه وكأنني في ساحتي صيد لم أعرف هل أمر عظيم ألم بساحتي ونزل بها أم أن هناك سهم أصاب قلبي وقلب زورق حياتي هذه هي المعاني الجزئية بس هي المعاني بصراحة بتفصيل حضرتك أنت كأستاذ شرحتها بالتفصيل أنا كطالب أنا يعني لو معرفت أشرح ببس لهذا الشرح الدقيق والله إحنا بقول له شرح مبصر قريب من المعنى إلا أنا فهمته لقدر الإمكان يعني أنا هقول هو بيقول لي الصدق الشعوري أساسا هو بص يا أستاذ محسن أنا هاخد من العنوان يرثي زوجته إذن هو العاطفة المساعدة سيطرت عليها الحزن الحزن فهقول لقد سيطرت على الشعر عاطفة الحزن أنا كده أخدت جزء وقد جاءت الأفكار ملائمة لها حيث قال وابتجي أشرح اللي أنا فهمه شرح مبسط للأبيات بس مش عايز طالب يكتب لي شرح مبسط للأبيات يا دكتور يعني يعني يجيب الأبيات ويشرح في جملة واحدة لا لا طبعا أو يقول لي يا دكتور شرح مبسط للأبيات ما بينك وسيني يعني كده لا طبعا عشان كده بقول بعد الطلاب طيب يبقى شرح مبسط تكون فاهم مثلا كل بيت تعطي عليه فكرة وبذلك يكون الشعر قد مزج بين العاطفة والأفكار لأن الشعر الجيد هو من يفكر بقلبه ويشعر بعقله وبذلك أجبنا عن السؤال الصدق الشعوري أساسه التجربة الشعورية اللي بيجي كتير جدا يا دكتور وامتزاجه بالفكر دليل على الصدق التجربة ووضح ذلك زي ما الأساس صلاح قال أنا اكتشفت العاطفة من خلال يعني قبل الدخول إلى الأبيات يرسي زوجته إنه يعلن عن عاطفة الحزن وهذه العاطفة قد أثرت في أفكاره أو في فكر الأبيات وابدأ أشرح شرح مبسط وبعدين في النهاية أقول امتزج الفكر بالوجدان وتحققت الوحدة العضوية فالشاعر الحق كما ذكر البلاغة انتهينا من السؤال الذي كثيرا ما يتقرر في امتحنات السنوية العامة اللي هو امتزج الفكر بالوجدان أو التجربة الشعرية السؤال التالي يقول استخرج من البيت الأول أسلوبا إنشائيا وبين الغرض منه البيت الأول أو اسمحة أيد المنون هو ينادي على يد الموت يعني الهمزة دي همزة نداء نعم نعم عندما ينادي على الموت فالغرض البلاغي إعلان الحصرة والحين والألم طيب نعم وضح الصورة في قوليه وهو رمح مبينة سر جمالها طبعا هو رمح هو دي تعود على الجسد على الجسد رمح إذن الاتنين موجودين يبقى ده تشبيه بليغة أوس الصلاح نعم سر جماله أنا لو قلت التشبيه طيب بس يا دكتور نعم والله أنا أدي لك الدرجة طبعا لأن أنا بتعامل مع طالب إيه نوفاهم يعني إن فيه تشبيه هنا ما قاليش استعارة والمجاز مرسل طب وهي سر جمالها التوضيح طبعا لأن الاتنين ماد طبعا